طيب نروح للكرة العالمية كريستيانو رونالدو كريستيانو رونالدو احنا كنا من فترة تكلمنا على انه تخطى بيلي وقلنا انه الرقم يعني لسه فيه كلام في بعض الاحصايات بتقول اه في بعض الاحصايات بتقول لا لكن الشيء المؤكد هو اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي يلا تتمعيك انت نقول انه البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم نادي طبعا اليوفي الاطالي تصدر قائمة افضل الهدفين في العقود او العقدين الماضيين في الفترة من القرن الواحد وعشرين طبعا من 2001 ل 2021 برصيد 756 هدف وده الحقيقة يمكن تفوق فيه على غريم التقليدي بقى اللي احنا عايشنا معا للعشر سنين الممتعة الاخيرة لينلمسي اللي احرز 715 هدف مع برسا ومع منتخب الارجنتين الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم نشر الحقيقة قائمة فيها افضل الهدفين زي ما قلت لحضراتكم من من 2001 ل2021 وجيه رونالدو في الصدارة وبعده ماسي القيصر يعني زلاطن إبراهام وفيتش احتل المركز الثالث للهدفين برصيد 543 هدف ويمكن إبرا لعب لعدد كبير جدا من الاندية مع الانتر مع الميلان مع منشستر مع باريس سان جورمان مع منشستر يونيتد مع جالكسي اعتقد الامريكي ورجع تاني مرة تانية للإيس ميلان احرز 543 هدف جبعد منهم في المركز الرابع مهاجم أتلاكو مادريد وأوروغوي لوي سواريز برصيد 489 هدف وبعدهم في المركز الخامس أفضل لاعب في العالم للموسم الماضي البولندي روبرت ليفندفسكي برصيد 473 هدف على المستوى العربي يا سارة احتل السوري طبعا في رئيسة الخطيب المركز الأول عربيا وال19 عالميا في قيمة أفضل الهدفين في القرن الواحد وعشر بتلتمية 44 هدف وبعد ذي أسطورة كرة القدم الكويتية بدر المطوع في المرتبة الثانية عربيا وال27 عالميا بتسجيله 322 هدف خلال مسيرته الكروية واحدة من الأهم المعايير اللي بيتم عليها تقييم اللاعبين وبالتأكيد طبعا بصما ببينساش التاريخ هي فكرة قدرة تهديفية يعني فيها أوقات كتيرة جدا يعني قايمة زادية على سبيل المثال آه صحيح طبعا رونالدو ميسي من أفضل لعيبة العالم لكن لما نشوف مثلا لعيبة فيه لعيبة كتير جدا عظيمة لمسة الكرة يعني في نفس الجيل ده بفتكر مثلا زين الدين زيدان بفتكر رونالدينيو بفتكر لويس فيجو بفتكر بافتكر باول ندفد وغيرهم وغيرهم يعني تأوى ممكن أقول كتير جدا ورغم كده عدم قدرتهم على أن يكونوا هدفين بيخليهم يوعوا من عدد كبير جدا من الإحصائيات كمان في القرن إحنا لما نشوف مثلا صلاحي بيخد هدف الدوري الإنجليزي بنبقى مستطين جدا تخيل لما بتكسر بقى أرقام وبتجيب بتجيب أكبر عدد وتعدي أساطير كبار قبل كده فأكيد طبعا أي حد اسمه في القيمة دي ثواء عالميا أو عربيا بيبقى فخر وشرف كبير ليه